السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعي الكرام حياكم الله. يوم معنا فيديو عن طريقة ازالة نشر تطبيق من جوجل بلاي او حذف التطبيق. يعني مثلا انت عندك تطبيق خلاص بدك تشيله او بدك توقف النشر تبعه. راح نتعرف على طريقة ايقاف نشر التطبيق في ملجر جوجل بلاي. الطريقة سهلة ان شاء الله. اذا كنت مهتم بهذا الامر ومهتم بمجال صناعة التطبيقات تابع الفيديو للنهاية. اول شي راح نفوت على حسابنا اللي اسمه جوجل بلاي كونسول يعني حساب المطور. طبعا بعدها راح نروح نختار التطبيق اللي مثلا بدنا نوقف النشر تبعه. نختار مثلا اي تطبيق طبعا. بعد ما تختار التطبيق. نضغط مثلا نختار تطبيق. بعدها راح يفتح لنا معلومات عن التطبيق. تمام? احنا راح نروح على الخيار اسمه. عدنا هون. ننزل جوه الاعدادات المتقدمة. اللي شايفينها. نضغط عليها. بعدين راح يفتح النقائم بهذا الشكل. يعطيك منشور هو راح يكون مثلا منشور تطبيقك انت. انت تعطي تم تم إلغاء نشره. تم إلغاء نشره. وتعطي حفظ. تمام? تعطي حفظ. وحاليا هو تم إلغاء نشر التطبيق بكل سوية. يعني ما راح حدا يلاقي بعد يوم. يعني تقريبا بعد يوم او يومين راح يتم إلغاء نشره. وما راح يظهر لك انت هذا التطبيق. واذا بدك ترجع. مثلا يتفعل التطبيق بعد ما عدلت عليه. تعطي منشور تطيح يحفظه بعد يوم او يومين او ثلاث ايام يتم راجعة التطبيق ويتم طبعا ظهور التطبيق. بس حبينا في هذا الفيديو القصير انه نعنيكم شلون توقفون التطبيق او حذف التطبيق طبعا من متجر جوجل اي بلاي. واذا عندك اي سؤال او اي استفسار اي شيء حطوا ليه بالتعليقات وان شاء الله سوف نقوم براد عليكم باقرة وقت ممكن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.